توجه فريق أعصار بكأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للتجديف الشعبي بعد إحرازه المركز الأول في سباق التجديف الشعبي للقوارب التراثية في الثلاثين قدماً الذي انطلق من جسر خليفة بن سلمان وصولاً للمياه المحاذية لمتحف البحرين الوطني ويأتي سباقه التجديف الشعبي للقوارب التراثية ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري ويعد موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري من أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي إذ يشمل مسابقات متعددة تستمر لمدة ثلاثة أشهر بهدف إحياء التراث البحري الذي تميزت به البحرين تاريخياً ويقام السباق الآخر لقوارب التجديف التراثية يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نحن هالسنة إن شاء الله في النسخة السابعة من بطلة سمو الشيخ ناصر بن حمد لسباق التجديف الحمد لله قاعد نشوف في إقبال كل سنة عن سنة وجهزية الأفرغة نفسها قاعدة تزيد وايد فارق عن سنة 2018 وما بدأنا والسنة اللي بعدها الحمد لله حين في النسخة السابعة التطور اللي صار في الأفرغة وايد شكل ملحوظ يعني والله إحنا تجاربنا من سنة 2018 يعني ما وقافنا الحمد لله نأخذ مركز أول نرجع شوي وارد نأخذ مركز أول الحمد لله لا بس هالسنة يعني أصرين من بداية التمارين نحن نأخذ المركز الأول يعني بالطيب بالغاصب والحمد لله خذناه بالغاصب خذناه يعني مشاء الله أفرغة قوي وطلع روحنا في البحر اشتركوا في القناة